سؤال من أخت عزيزة تقول أنه كيف نتصرف مع طفل مفرط الحركة وشكرا طبعا مثل ما أنا دائما أنوه أنا مو أخصاي أطفال لكن يعني في الدول اللي نعمل بها أنه إذا شخصنا الطفل صار عند فرط الحركة وتشتت الانتباه من أول الأشياء اللي لازم نسويها هو نوفر لأولياء الأمور أو الأب أو الأم والمدرسة معلومات عن كفية التصرف مع الطفل المصاب بفرط الحركة هذا يسمى بالـ Parenting Training يعني تدريب الآباء على التعامل مع هاي السلوكيات اللي تصير عند الأطفال وطبعا يعني هذه بها في التفاصيل كثيرة جدا ما أقدر أخوض بها لأنه أنا لست أخصائي لكن ممكن أختي العزيزة أنه تبحثين على الانترنت عن مصادر موثوقة عن كفية التعامل مع الطفل اللي مصاب بفرط الحركة أو التوحد الشيء المهم بهذه الأشياء هو تجنب العقاب الشديد للطفل تجنب الإيذاء الجسدي للطفل أكيد وأنه محاولة تفهم يعني التصرف اللي يدي يصرف بي وليش يدي يصرف بي ومحاولة أنه التكلم معه بهدوء وأنه تكافئي لمن يكون جيد وأنه لمن يكون غير جيد تسحبين منه بعض الامتيازات بدون اللجوء إلى العقاب الشديد وطبعا بعض الأطفال راح يحتاجون أدوية راح يحتاجون أدوية أنه حتى تخلي انتباههم أكثر وهذه الأدوية هي من يعني أما المثال فنديت أو غيرها من الأدوية وأيضا هذه الأدوية بها عراض جانبية فلذلك لازم يكونون الآباء والأمهات ملمين بهذه المعلومات فمثل ما قلت أختي العزيزة ابحثي عن الإنترنت عن مصادر موثوقة وإذا كانت العراض شديدة يجب أن يكون تحت إشراف مختص بهذه الحالات أنا مدي وفلش معلومات أكثر عن هذه المسألة